وإحنا الأيام الجميلة دي أستاذ دعاء سيدنا النبي بينقل الإنسان من حالة وإحنا بنعمل إيه؟ فرصة بقى لزيادة الأجر فرصة بقى لزيادة الحسنات فرصة للتكفير الحسنات فرصة وده سبيل لمحو السيئات سيدنا النبي ما بيعلمش الصحابة بالطريقة دي الدونية دي هي دي طريقة كويسة ده ما فيش مشكلة فيها بس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفها من فعش اللي أنا بعمل لعنة عشان بس أخذ زيادة حسنا وخلاص لا ده النبي صلى الله عليه وسلم بينقل أصحابه الكرام والأم من بعده عليه الصلاة والسلام من إنسان كل واحد من إنسان يرى أن الأيام دي فرصة لزيادة الأجر إلى حالة تانية أبعد وأعظم اللي هي إيه؟ اللي هو بينقل إلى حالة أن دي فرصة للتدليل على محبتك لله رب العالمين وحرصك على رضا الله عز وجل السؤال هو أنت بتحب ربنا؟ فواحد يقول لك أيه؟ يقول له طب يثبت لي بالدليل في الأيام دي دلل على ذلك مش عشان أخذ حسنات لا ده أنا بدلل على أني أنا بحب ربنا أنا بدلل على أن أنا حريص على أن ربنا يرضى إيه؟ يرضى عني طب نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فأكثبه فده النبي يروح موجه البصلة نعمل إيه؟ تهليل وتكبير وتحميد طيب إش معنى الزكري ده؟ إش معنى ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماشي في يوم الأيام في صفر كده وهو ماشي فكانوا يجوا يقطعوا المسافات يا أستاذها دعاء الجبل ده بيعلموها بعلامات بالجبال فالنبي لما شاف كده إيه؟ الصحابة عارفين هم ماشيين فحسوا كده تعبنا وبين مكة كان ميك كيلو فسدنا النبي لما شاف جبل اسمه جمدان فقال النبي عليه الصلاة والسلام سيروا هذا جمدان يعني إيه؟ يعني جمدانه بينه وبين مكة قد إيه؟ ميك كيلو يعني المسافة الرابط سيروا هذا إيه؟ هذا جمدان خلاص؟ الصحابة فهموا أن النبي يحثهم على الإيه؟ على السير بس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نقلهم لحالة تانية على طول جمدان ده عبارة عن إيه؟ جبل منفرد بنفسه يعني ما فيش الجبل زيه كده في المنطقة دي هو كده حالة منفرد عجوبة كده لوحده كده فقال النبي هذا جمدان سيروا سبق المفردون الصحابة وأنت رسوله بتحثنا على اللي إحنا نسرع الخطة وبعدين تقول سبق المفردون مفردين اللهم المتميزون عن غيرهم فالصحابة قال وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثير والزاكرات يبقى نقلهم إلى حالة إيه؟ إلى حالة أخرى هقول حاجة كمان في حتة الزكر دي عشان الناس تنشغل بذكر الله في الأيام دي يعني أنزمة ينفاشل نحن نضيح يعني أقل حاجة لذكر النبي قال لهم هقول لكم حاجة أفضل من خمس حاجات حاجة وفات خمسة أفضل من خمس حاجات فالصحابة عند الترمزي فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بخير إعمالكم هذه أول واحدة وأزكاها عند مليككم وخير لكم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق اللي أنتو تتصدقوا بالدهب والفضة وخير لكم من أنت عارفة الصحابة عملين إيه؟ اللي هم عملا تعالوا كل شوية وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم فالولوا أيها يا رسول الله إيه ده؟ فقال ذكر الله فقال إيه؟ ذكر الله إيه دي نقطة مهمة جدا وإحنا ماشيين في أيام إيه؟ في أيام العاشق واجبك تعمل إيه؟ أكثر من التهليل والتكبير والتحميل لأن الأيام أيام عظيمة عارف أيام عظيمة إيه؟ لأن الأيام دي الأستاذ الدعاء هي الأيام لما سيدنا موسى سافر لربنا وكلم ربنا كلم ربنا كم يوم راح هناك سافر بقى كقعد عشان يكلم ربنا قعد قد إيه؟ قعد ثلاثين وبعدين قعد عشرة بعد كده وقعد موسى ثلاثين ليلة اللي يقوله زلقادة ثلاثين يوم بتعشر زلقادة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة اللي قال عشر منين من زلحج في النهاية كلم الله رب العالمين موسى يبقى هي الأيام اللي ربنا تبارك تعالى أتمها على موسى وفي تمامها كلم الله رب العالمين موسى ثم قال قال له إيبا إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين وبعدين بيقوله فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنه يبقى أنا ديني ده دين عظيم جدا والأيام دي فيها مهمة جدا فناخد الدين بقوة مش بضعف الحاجة التانية الأيام دي احنا كلنا فرحانين فقابلوا أستاذ الدعاء فقال له كل سنة طيبة لو قابل فلانا أقول له كل سنة طيبة ليه أصلحنا فيه ذكرى مهمة في الأيام دي ايه الذكرى دي ذكرى اكتمال الدين ايه ذكرى اكتمال الدين مش ربنا قال لنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي امتدي في الأيام العش فأنا أعمل ايه دي وصية بالاجتهاد ووصية لنا أقيم نفسي على ميزان دين ربنا ديني نقص في حياتي والديني سابت والديني أنا بزوده بفضل الله تبارك وتعالى بطاعاتي وجتهادي كل واحد يفكر سيدنا أبو بكر بيقول لما وقف كده قال أينقص الدين وأنا حي وأنا في الأم أنا بقول لك شامي زودة أنا بقول لك على الأقل اتكلم على نفسك أنت ينقص دين ربنا في حياتك أنت ينفع ده ينفع فربنا بيقول ده ذكرى اكتمال الدين فإحنا فرحانين ففتش نفسك الدين كامل في حياتك ولا ناقص في حياتك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ترجمة نانسي قنقر